اهلا بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج آية في حكاية وآية النهاردة بنعمة ربنا مزمور 139 آية 14 احمدك من اجل اني قد امتذت عجبا دي حاجة مزمور ده جميل قوي اللي بيكلم عن ازاي كل تفاصيل الانسان معروفة عند الله كل تفاصيل ومن ساعة ما كان في بطن الام ومن ساعة ما كان لسه ما تكونش كل حتة كل خلية كل حاجة صغيرة محسوبة امام الله وبعدين في الاخر انسان بيقول ان انا شايف نفسي مميز قوي في الكون وفي الخليقة وان انت يا رب خلتني حاجة مميزة قوي فقال الاية الجميلة دي في مضمور 139 آية 14 احمدك من اجل اني قد امتذت عجبا والانسان اللي امتذت عجبا مش الانسان اللي هو كل حاجة كويسة في حياته وزي الفل لا يعني ممكن يبقى انسان ناقص حاجة في جسمه ممكن انسان اتولد ما بيشوفش ايدي ما بتتحركش رجلي ما بتتحركش عنده نوع من الاعاقة معينة برضو ده امتذت عجبا ممكن يكون انسان امكانياته الذهنية اقل من غيره برضو ده امتذت عجبا يبقى مين هو الانسان ده هو خليقة الله هو ابن ربنا هي بنت ربنا مهما كانت الامكانيات ومهما كانت الظروف الانسان ده ربنا مدي له حاجات كتير قوي حتى لو فيه حاجة نقصة غير بقية الناس في الظاهر لكن فيه الداخل في الاعماق في الامكانيات الذهنية والنفسية والداخلية ربنا بيعوض بحاجات تانية كتير قوي الامثلة كتير جدا سواء في الكتاب المقدس او في تاريخ الكنيسة زي ما ادينا امثلة قبل كده يعبيس لما امه سمته كده قال اني قد ولدته بحزن يعني ده سبب النكد بتاعنا وبتاع البيت وبسبب كده كانوا بيتترياءوا عليه لكن شوفنا بعد كده ازاي ربنا بارك وكتير قوي ربنا اداله نعمة غير اي حد تاني حواليه فممكن نشوف لئة كمان لئة كانت انسانة مكروهة ويعقوب حب رحيل وبعدين بعد ما اتجوزت باسبوع لقيت يعني جوزها تجوز اختها ومش بس كده وجوزها بيحب اختها بس ربنا عوض لها بحاجات كتير قوي انه اداها ست اولاد ودول كانوا يعني اهم اصباط في اسرائيل يعني صبت يهوزة اللي جي منه المسيح له المجد وجي منه كل الملوك بتوع شعب الله في العهد القديم وصبت لاوي اللي جي منه كهنوت العهد القديم في خاتة بركة كبيرة قوي فرغم انها انسان يعنيها كالضعيفة وما بتشوفش كويس ومختلف عن اختها اختها كان اجمل منها برغم انها شايفة نفسها اقل لكن ربنا اداها حاجات تانية كتير عوضها كتير جدا عن مش بس عن اختها عن اي حد في العهد القديم كله عشان كده بيقول احمدك من اجل اني قد امتذته عجبا وتاريخ العالم بيحكي ناس مسيحيين اتولدوا باعقات صعبة قوي زي هيلين كيلر اتولدت ما بتشوفش ما بتسمعش ما بتتكلمش ولكن وصلت لحاجة كبيرة قوي واخدت بكالوريوس وماجستير ودكتوراه وكان بتلف في العالم كله تتكلم عن المسيح للمجد وقالت الكلمة الذهبية في نهاية حياتها قالت اشكر الله على كل عجز واعاقة لدي فقد كانت الطريق لاكتشاف مواهب الله في فكل انسان في مواهب الله فما تدهيش لو كنت شعر انك اقل لا انت امتذته عجبا انت اقل من غيرك في الظاهر لكن انت امتذتي عجبا يا بخت بقى الانسان اللي يكتشف نفسه يا بخت الانسان اللي يكتشف امكانياته ويصال لربنا يا ربا انا عاوز اشوف ايه الجمال اللي انت ديتوني ايه العجب اللي انت ديتوني ايه الحاجة الفريدة الحلوة اللي انت ديتهاني دي فدي حاجات عطاية إلهية لكل إنسان في العالم عشان كده كل واحد فينا غير التاني ويبخت الأب والأم اللي بيشوفوا أولادهم كلهم مميزين يعني ممكن يشوفوا أولادهم مختلفين عن بعض واحد عنده ذكاء دراسي واحد عنده ذكاء حركي بيعمل حاجات كتير واحد عنده ذكاء فني فكل واحد من أولادنا مختلف يبخت كل أب وأم بيشوفوا أولادهم يبخت أولادهم بيهم اللي بيشوفوا كل ولد وبنت من أولادهم مميزين الخادم الحلو كمان في الكنيسة اللي اكتشف طاقات المخدمين ويشوفوا كل واحد حاجة جميلة حلوة عشان كده ده آية جميلة أويف مضمور 139 آية 14 أحمدك من أجل أني قد امتذت عجبا لإلهنا كل مجد وكرام الأبد آمين